وصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب غازي للنبات مناقشتها والاستماع لكل وجهة النظر حيال الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي وإمكانية تقديم شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية عبر القنوات الرسمية بحق قادة الكيان الغاصب بصفوفهم مجرمي الحرب بل بوصفهم واستمعت اللجنة خلال لقائها أكاديميين ومختصين في القانون الدولي والدستوري لأرائهم وملاحظاتهم حول وضع إطار قانوني لإمكانية محاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية وكذلك الاتفاقية الموقعة مع دولة الاحتلال وقل للنبات إن الاجتماع نقش الأثر القانونية المترتبة على إمكانية مراجعة كل الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي دعا وقضائية في المحاكم الدولية بحق قادة هذا الكيان الغاصب جرى ارتكابهم جرائم حرب وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة واضف أن الملاحقة القانونية لا تقتصر فقط على العدوان على قطاع غزة وإنما ملاحقة مستوطنين في الضفة الغربية وما يمارسونه من عدوانية تجاه الأشقاء هناك وشدد للنبات على أن قانونية النواب ستراعي المصالح العليا للأردن وتدرس كل الخيارات مع الأخذ بعين الاعتبار الطرحات والنقاشات القانونية موضحا أنه في حال الانتهاء من النقاشات مع المختصين والخبراء ستقدم اللجنة توصيتها لمجلس النواب ثم للحكومة شكرا للمشاهدة